طيب نرجع بقى لخطة الخداع الاستراتيجي واسمحلي يا سعاد الليوة انا فكرة بعيني دي ان انا قريت في الاهرام ان الجيش فتح العمرة بتاعة رمضان ايوا ده نزلت خبر والجنود نزلت خبر ايوا واياميها واحنا كلنا كنا في اطار خطة الخداع الاستراتيجي تمام ابويا قال ايه الكلام ده عمرت ايه هيتلعوا العمرة ولا هيحاربوا ما فاتش 3-4 ايام وقلنات الحرب ولقينا الحرب واكتشفنا انه وزير دفاع رومانيا اللي كان جاي ومين اللي كان بيقابل مين في نيويورك والمستشفيات اللي قالوا فيها تسمم ولا وباء ولا التلوش مستشفى الدمرداش اللي عندنا هين كل ده كان خطة الدفاع الاستراتيجي حضرتك كلمنا عنها يا فنس خطة الخداع الاستراتيجي اخي عسفة خطة الخداع الاستراتيجي تمام بص حضرتك اولا في طال خطة الخداع الاستراتيجي كان لازم نأتي بعدة عناصر اتفضل العناصر الاولاني لازم يكون هناك يعني معلومات كاملة عن العدو عشان لما اطلع بالـ 220 طيارة يستهدفه ده بالفعل تحقق 95% من الاهداف اللي كانت مرصودة في الطالع الاولى تحققت بالنسبة 95% تمام مش 100% او 95% لتنفذ هذا العمل ليه؟ لاننا عندي معلومات كاملة عن اماكن تمركز عناصر الخيادة الاسرائيلية اضافة الاحتياطات بتاعته ما انا بضرب عناصر الخيادة في الامام وعناصر الاحتياطات اللي في الخلف صحيح زي ما قلت لحضرتك طيب المعلومات دي جيت لي منين ايو اه انا كنت بدفع مجموعات خلف الخطوط استطلاع عناصر استطلاع ايو استطلاع هو طلع عناصر خلف الخطوط ممزوجة او مدعومة بعناصر هندسية ايو ممزوجة او مدعومة بعنصر يتحدث اللهجة النوبية اه عشان الشفرة الشفرة بالتالي فكان بينقل لي اوضاع القوات اللي موجودة شرق القناة الاسرائيلية قبل المعركة تماما طب نفكر مشاهدينا بالشفرة النوبية ونرجع نكمل خطة الخضاء حضرتك اللي فتحت الموضوع ده ايه حكاية الشفرة النوبية دي الشفرة النوبية كان فيه لقاء للخياسات قد جيش الثالث وموجود قادة الوحدات اللي هي القلوية يعني ايو اه في هذا الاجتماع وقال انا عايزين نشوف حل الفكرة تسريب المعلومات او وصول المعلومات للجانب الاخر من خلال اللاسلكي لان اللاسلكي بقى مكشوف وكل الشفرات اللي موجودة فيه بقت مكشوفة فانا هتسيب حضرتكم تفكروا وترجعون لنا بكرة بكل واحد عنده فكرة مكترحتكم مكترحتكم ايه هي ففعلا قادة اللي هو رئيس الاركان رجبوا العربية بتاعتهم بالسواء اللي معهم وكان بالصدفة المصادفة السواء هو البطل محمد احمد محمد بريس تلعب العربية السائق ده وتلعب البقاء فالغاية بتجازب اطراف الحديث الاثنين احنا هنعمل ايه هنسوي ايه في الموضوع ده قالوا ببساطة شديدة سهل انا فادي دي فكرة يا فاندي تسمحول اتدخل تفضل اقول ايه فكرتك اللهجة النوبية يا فاندي تقرأ او لا تكتب قالوا يعني ايه ام اي الجملة كده بالنوب اه انت فهمتوا مونا حاجة لا امفهمناش احنا نفهم بقى انا افهم بقى وانا اعرف طب الفكرة كويسة تصلوا بالسيد قادة الفرقة السيد خافية اللي قادة الجيش قادة الجيش الى القادة العام قادة العام الى السيد الرئيس الجمهورية القادة الاعلى وسطة الرئيس البطر رحمة طلع عليه محمد دانور السادات المعلومة قالها تول الراجل طب عشان يجبوه لو جه من ال لو جه كده ودخل خلاص اتقفاشنا اتعرف ان هو رئيس الجمهورية عنده فكرة ايه الفكرة فايه لازم لما يجي يجي ايه مكبل بالقيود اه مكبلونه بالكلفشان عشان ايه يبان ان هو راح يعاقب او راح يحاسب ايه مش راح يتنعم او ياخد مش راح يتكلم او يقترح او كان حتى مخدود مش راح كمان عملت ايه انا قلت ايه غلط فاهموا ايه اه يكبلوه ويركبوه العربية ومغمب يعني ويعني كل الاجراءات اللي تقول ايه ان هو مقبوضا مقبوضا علي وطلح فعلا الاريس الجمهورية ودخل وانتظر في احد اللقاعات كده لغاية ما السيد الرئيس اه راح مطلع عليه واصلوا وايه وربط على كتب كده قالوا متعلقش احنا كان لازم نجي بقول تفقمين متعلقش ايه بقى فكرتك قال له فكرتي كذا 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 الرئيس يعني له اصول نبوية ايه فبالتالي استحسن الفكرة اوي وهو ظابط اشارة بطبيعة الحياة ايه فعنده يعني انه يلقط بسرعة دي سهلة ايه فلقت الموضوع بسرعة قال فكرة جميلة جدا نطبقها بس ما حدش اعرف عنها حاجة طيب ماشي نعمل ايه خلاص انت نجي لجاء تنظيم الادارة في القوات المسلحة ايوة جمع لي كل العناصر النبويين اجمع هات الناس دي كلها يلا ايجمعوا ابتدوا يدربوا ابتدوا يجيبوا ناس من اهليهم تاني اللي موجودين على فرف سن التجنيد يشاور عليهم ايه ويتم استدعاهم من الخدمة ابتدت تشكل المجموعات فبقى كل عنصر استطلاع او عنصر طالع معاه في مهمة مستحب مع عنصر يدي اشارات باللغة النبية يستقبلها هنا فعنصر برضو من اللغة النبية فبقت العملية مضللة لما يجي يكتشف هذا الموضوع على الجانب الاخر بتم صعوبة بمكان انه نفس هذا الاجراء طيب نرجع بقى يعني عشان وقتنا لأسف زي كل حاجة جميلة قرب يقلص لخطة الخداع الاستراتيجي انا عندي معلومات انا بعت استطلاعه معاهم مهندسين ومعاهم الشفرى النوبي بالزبط تمام جاب معقول لي معلومات بعتوها بقيت عارف لما تلعت القطع الجوية تضرب استهدفة اماكن حققت نسبة نجاح المدفعية ها بتضرب من هنا اللي هي غير مباشر ضرب غير مباشر ايضا اما بتغذف تقلقاتها المدفعية بتقعف مساحات بالهكتار تضرب المنطقة ديين اللي فيها المركز القيادة تضرب فيها التجمع بتاع العنصر المقاتلة المستودعات يعني كل ما هو كان عندنا رؤية يعني كنا نتصرف كأننا شايفين بالزبط وهذا انا كشفت ببساطة شديدة في طرق خطة الخداع كشفت لهذا الموضوع حركة القوات بقى اتحقق المفاجأة اهم العناصر في عناصر القتال اه اه اتحركت من منقام ميكتر انت مركز وحتى الخط الامامي قبل ما تندفع او تصل الى معابر والكباري المنطقة دي عملنا فاتة 3000 كيلومتر طيب القوات كانت تتحرك ازاي انا عملت خطة 2 تاع بقى اي الخطة الاولية في شهر 5 والخطة التانية في شهر 8 دي كلها كانت يعني بروح تعمل خطة اه وارجع تاني هم يستعدوا صرفوا 20 مليون عشرة في كل مرة اي فالمرة التالتة قالك لا خلاص احنا مش كل مرة نصرب فرصة على الفاضي ده مصر بتهرج مصر مش هتحارب اساسا فاللي دي القناعات وكاية التالتة تابتا بقى وكاية التالتة تابتا فدي الاجراءات بتاعت في اطار خطة الترخداء وببساطة شديدة ساعت اللواء اخر سؤال هسأله لحضرتك ولو اني كنت اتمنى ان يطول بين الحديث اه حرب اكتوبر حضرتك رجل عسكري ومصري ومستشار في الاكاديمية العسكرية ببساطة حرب اكتوبر ودماء الشهداء وبطولة الرجال حققت هدفها العسكري والسياسي بكل المقييس نجحت وابهرت العالم ولزالت تبهر العالم حتى الان وكي نستقي دروس مستفادة منها اقدر الله حضرتك احنا محتدينها النهاردة ان كان العبور من الغرب الى الشرق هدف ومن اهداف الحرب اكتوبر 73 فالحروب من الجهل الى الوعي ده مرحلة من الهزيمة الى النصر ده مرحلة او هدف في ايطار التنمية النهاردة اللي احنا عايزينها العبور واكتياز التحديات اللي بتقابلنا في ايطار معركة الوعي اللي بنعيشها من خضم المشاكل اللي بنعديها ونعبورها ونتجوازها لكي نصل لجمهورية الجديدة ده هدف ما احنا هرزين هدف استراتيجية يعني التعمير والتنمية للجمهورية الجديدة اهد اهداف انتصار اكتوبر نتائج نتائج انتصار اكتوبر اللي كان يشبه في ايطار استلهام روح اكتوبر ودروس كدروس مستفادة انا لازم احقق الهدف استغل واستفيد مما ترح ومما نفس انا لا مستحيل امام الشعب المصري لا مستحيل امام الجيش المصري فبالتالي ادلة مختصرة شديدة في اجالة للأسف اه مختصرة المختصر الاولاني فيه اه لو تعرفي ايفر جرين ايوة لما شحطت ايوة البكيرة اللي حفلت وحررناها بحفار بسيط جدا حفار صغير اه بالزبط فكان يعلم بيتنظر انت هتعملوا ايه كان بيقدم مخترحات كانت تودي في دهية زي يكون بلاد زريف شايف سيطر التراب بالزبط كان يعني صعب جدا انت تتنفذ طبعا حضرتك اعلم مني ان قصة ايفر جرين دي نزلت في كتب للاطفال في بلاد اجنبية كثيرة دلالة على الارادة والعبقرية والعبقرية للمواطن المصري بالزبط كده ايا كان بقى مقاتل او غير مقاتل اللي عايز اقوله في النهاية عشان اختصر لحضرتك الملحمة البطولية اللي تمت في 73 والعبقرية اللي مستمرة حتى الان في كل تصرفات الدول المصرية اجابة على تساءل حضرتك اشتركوا في القناة